بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي Tutorials لمادة مقاومة المواد واختباراتها Strength of Materials and Their Testing معكم الدكتور أمير محمد القسنتيني نواصل شرح المسائل المرتبطة بالمحور الثاني الذي بعنوان Tension, Compression and Shear ونشرح الآن المسألة رقم 2 معطى هنا عينة من مادة بلاستيكية تسمى الميثا إكريلايت بلاستيك عملنا عليها اختبار الشد وتحصلنا على هذه القراءات معانا هنا الاسترس ومعانا هنا الاسترين مطلوب رسمة الاسترس استرين كارف وأيضا البروبورشنال ليميت المودلسة في الاستيسيتي طبعا كل هذا يستنتج من رسمة الشد نفسها أيضا مطلوب yield stress at 0.2% offset وأيضا مطلوب خلاصة هل هذا المaterial لرسمة الشد حسب هذه البيانات نقوم في البداية بتحديد أو بتبيين حدود الرسمة حدود الرسمة تكون على القيم العليا للقراءات لو كنا الرسم يدوي كده بسريع فالقيمة العليا بالنسبة للسترس هي 62 ميجا بسكال فنحدد مثلا مثلا أنه ناخذ هذه قيمة الستين ميجا بسكال لأنه لو اشتغلنا عشوائيا ممكن آخر قيمة أو عند نص تطلع برة الحدود الرسمة فناخذ مثلا هذه مكان الستين ميجا بسكال يعني لو أخذنا السدس رح يكون ماذا رح يكون العشرة ميجا بسكال نقسمها على اثنين هذا الثلاثين ميجا بسكال ثم كل واحدة منهم على ثلاثة تقريبا هنا العشرة ميجا بسكال هنا العشرين ميجا بسكال أربعين وخمسين ميجا بسكال وبالتالي هنا الخمسة هنا الخمسة ميجا بسكال فهنا رح تكون معانا تقريبا الاثنين وستين ميجا بسكال نبين العشرة الميجا بسكال هذه طريقة الرسم التقريبي بالنسبة للسترين أعلى قيمة 0.0.429 خلينا نقول مثلا أن هذا الحد هنا هو 0.0400 تمام النص طبعا رح يكون ماذا 0.0100 وهنا رح تكون 0.0100 وهنا 0.0300 نكون هكذا سهلنا على أنفسنا فنص المية رح تكون 0.050 0.015 0.025 وصفر فاصلة 0.035 وهنا 0.045 الآن نأخذ بالقيمة بالقيمة خلينا نغير اللون القيمة الأولى الاسترس ثمانية ثمانية تقريبا يجي في هذا الجزء مع 0.032 طبعا 0.05 0.025 0.032 تقريبا يكون هنا تقريبا هذه النقطة الأولى طبعا لقبلها لا بد أن تكون 0.0 لأن الفرس تساوي 0 النقطة الثانية 17.5 بالنسبة للسترس هنا 15 هنا 17.5 و 0.0.073 0.073 0.073 تقريبا هنا هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة 25.6 ميجا بسكا الـ 25 تقريبا هنا وتقابلها على سترين 0.011 طبعا هنا 12.5 تقريبا هنا 11 النقطة الثالثة النقطة الرابعة 31 ميجا بسكال الثلاثين هنا 32.5 هنا الـ 31 تقريبا هنا وتقابلها على سترين 0.1 29 هنا 0.15 يعني تقريبا هنا النقطة الموالية 39 تقريبا 40 ميجا بسكال وتقابلها على سترين 0.0163 طبعا هنا 0.0175 163 تقريبا هنا ومن هنا 40 ميجا بسكال النقطة الموالية 44 ميجا بسكال هنا عندنا 45 تقريبا 44 هنا تقابلها 0.184 هنا 175 هنا 185 تقريبا النقطة الموالية النقطة الموالية في حدود 48 ميجا بسكال هنا 50 هنا 47.5 تقريبا هنا 48 مع ماذا؟ من السترين 0.02 هنا هنا معنا 0.02 هنا تقريبا 0.02 تقريبا 70 هنا تكون معنا 0.2 6 الموالية 58.1 75 هنا 75 تقريبا 58 ميجا بسكال يقابلها 0.331 0.03 3 هذه 35 هنا 32 3 هنا تقريبا 33 3 3 النقطة الموالية 62 ميجا باسكال تقابلها 0.429 62 طبعا هذه 60 هذه 62 تقريبا 0.0429 0.045 0.0425 0.0429 تقريبا 0.0429 96 تقريبا 0.0429 6 تقريبا 0.1009ig 0.0429 6 تقريبا 0.0430 7 نضع وهنا على طول يحصل معنا الفراكتر هذا بالنسبة لرسمة الشد أول ما رسلنا رسمة الشد يمكننا استنتاج ماذا أول شيء الـ Yield Stress at 0.2% بين 0.2% دعينا نغير اللون نأخذ مثلاً اللون البنفسجي نحدد نقطة 0.02% 0.02% يعني 0.02% اللي هي 0.02% فين النقطة هذه؟ هنا عندنا 0.05% هنا أكيد على النص طبعاً ما بين هنا وهنا 0.025% فهنا تقريباً تيجي معنا هذه النقطة 0.02% نرسم من هنا الخط المستقيم الموازي للجزء تقريباً المستقيم من هذه الرسمة نلاحظ أن هنا في بداية الرسمة جزء خط مستقيم ثم بعد ذلك يبدأ المنحني أوكي فخلي نرسم الجزء المستقيم تقريباً نجيب مصدرة طبعاً ونشوف الجزء المستقيم تقريباً ينتهي هنا تقريباً ينتهي هنا فنرسم الخط الموازي تقريباً الـ Offset 0.2% لماذا؟ لأنه التحول من المنطقة الخطية المستقيمة إلى المنطقة الغير خطية غير مبين الكيرف تمر تعمل منحني كده مباشرة وليس زي الكيرف اللي احنا نعرفها طبعاً أنه تمشي خط مستقيم ثم تبين معانا مكان إيش التحول من الـ Elastic Region إلى الـ Plastic Region هذه المنطقة هنا غير موجودة فنحددها بماذا؟ بالـ Offset هذا الـ Offset الإزاحة 0.2% وتكون معانا هنا Sigma Y at 0.2% كم تساوي تقريباً؟ تساوي في حدود الثمانية وخمسين أو التسعة وخمسين ميجا باسكال تقريبي طبعاً لأنه رسمنا رسمة باليد طيب كيف نعرف قيمة الـ Young's modulus قيمة الـ Young's modulus نختار نقطتين طبعاً هذه النقطة الأولى مثلاً وهذه النقطة الثانية يطلع معانا هنا Sigma 1 هنا Sigma 2 هنا Epsilon 1 هنا Epsilon 2 E1 تساوي Sigma 2 ناقص Sigma 1 تقسيم Epsilon 2 ناقص Epsilon 1 هذه القيمة الأولى E1 ثم ثم غير اللون ناخذ نقطتين ثانين طبعاً كل النقاط اللي نختارها لابد أن تكون أقل من السيجما Y بمجال الـ Elastic ناخذ مثلاً النقطة هنا Sigma 1 Sigma 1 Sigma 3 Epsilon 3 وناخذ نقطة ثانية اللي هي هنا مثلاً Sigma 4 Epsilon 4 4 تطلع معانا E2 تساوي Sigma 4 ناقص Sigma 3 تقسيم Epsilon 4 ناقص Epsilon 3 هذه القيمة الثانية التقريبية وبنفس الطريقة نرى E3 نقاط ثالثة ثم نتحصل على E Young's modulus الأقرب هو كم؟ هو المتوسط E1 زائد E2 زائد E3 تقسيم ثلاثة أما بالنسبة للـ Proportional Limit هي تكون قريبة من الـ Yield طبعاً هي في حدود الـ 45 أو الـ 45 عفواً 45 ميجا باسكال هنا بالنسبة للـ Yield طبعاً تجي أقل من الـ 50 طبعاً هي 49 عفواً 49 ميجا باسكال وليس 59 ميجا باسكال 60 ميجا باسكال طبعاً